ما سؤال فيه مؤمن الغموث يا شيخ إن تعارض العلماء قد أحدث إرباكا بين الشباب الملتجين لابد من إنكار المنكرات الموجودة بهذا البلد التي لا تقفى عليه فكيف ننكرها إنكار المنكر واقع إلا إذا كنت تعني إنكار المنكر عدم وقوع المنكر المنكرات الواقعة تنكر من يراها ينكرها وتسمع من ينكرها في الإذاعة والتلفاز وفي المحاضرات العلماء يبينون قطورة انتشار المنكرات فينكرون نعلينا أن ننكر المنكر في ألسنتنا ونبين قطورة انتشار المنكر هذا كل ما يجب عليه وليس علينا إزالة ذلك باليد هذه وظيفة غيرنا فنسأل الله أن يوفق أولاة الأمور للتغلب على بعد ما انتشر من المنكرات بين المنكر فانتشار اللباس ثم إنكار المنكر شيء وتكفير الناس لأجل انتشار المنكر شيء آخر تقوع المعاسي والمنكرات في البشر أمر لا بد منه لماذا نزلت الحدود والتعذيرات والعقوبات لأن الله يعلم أنه خلق هذا البشر فيهم نزعات مما يبعهم في المعاسي وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وعدهم في الطوبة لمن تاب إليه إذا كان يتصور بعض الناس أن المجتمع الإسلامي وذلك المجتمع الذي لا تكع فيه المنكرات والمعاسي هذا تصور خاطئ لم يهصل ولن يهصل فير مجتمع عاش على ودي الأرض المجتمع الذي كان يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ذلك المجتمع سلم من المعاسي لا ثربت الخبور وحصلت السرب وفاحشة الزنا كل ذلك وقع والأخرج ذلك الدولة الإسلامية المحمدية من كونها دولة إسلامية لا إلا أن الدولة الإسلامية هي التي تقيم الزدود إلى وقعات المعافظ وتعاقب الجانب في ذوات الزدود بالحد وفيما دون ذلك بالسعزير هذا هو الحاصل الآن عندنا الحمد لله ماذا تريد أكثر من هذا صحيح نحن منترفون في التقسير لسنا كثلفنا الثالث لا نحن قلاب العلم ولا حكامنا ولا مجتمعنا النقص حافظ والتقسير حافظ ولكن كما قلت غير مرة لن ننزل عن درجة المؤمن الضعيف المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير لا ننزل عن هذه تأكل إيلتنا بخصار ومن يريد مرة أخرى مجتمعا لا تقع فيه المعاشي والمنفرات فأنه يريد أن يتصور مجتمعا من الملائكة يرأسهم جبرائيل هذا غير واقع فتحدث عن المستحيل نحن بشر ولكن إن كنت ذا إنصاف خارن بين هذا الملد وبين المستمع الذي أنت تعيش فيه وبين المستمعات الأخرى التي أعرضت عن الإسلام إعراضا كليا ما الانتساب إلى الإسلام إنما تغرف الأشياء بأضادها المستمعات الأخرى المستمعات الأخرى والمستمعات الأخرى لنستمعات الأخرى هذا المستمعات الأخرى لنستمعات الأخرى وبين المستمعات الأخرى والمستمعات الأخرى والمستمعات الأخرى والمستمعات الأخرى والمستمعات الأخرى والمستمعات الأخرى و também أغرف النمي والمستمعات الأخرى والمستمعات الأخرى ثم أغرف الإسلامية المستمعات الأخرى إلا إثمام الأخرى It is the one that establishes the عدود The divine punishment If acts of disobedience happen to happen And it punishes the criminal According to the Islamic عدود And what is lower than that That is reprimanding This is what is taking place Right now with us Alhamdulillah What more do you want than that It is correct We realize that we have shortcomings We are not like our pious predecessors Not us the students of knowledge And not our rulers And not our society Deficiency is present And shortcomings are present However as I have said On more than one occasion We do not come below being weak believers Al-mu'minul qawee Khayrun wa ahabu ila Allahi minal mu'minul ba'eef Wa ti kullin khayr The strong believer Is better and more beloved to Allah Than the weak believer But in both of them are good We don't fall below this level That is we are not kuffar And whoso wants I say again A society that acts of disobedience and evils Don't occur in As if he wants to imagine A society of angels That is led by Jibreel This is something that will not occur We are speaking of something not possible We are human However if you are someone Of fairness Make a comparison between this country And between the society that you live in And between the other societies That have turned almost completely away from Islam While being affiliated with Islam But indeed Things are known by their interior Thank you Thank you Thank you Thank you